بسم الله الرحمن الرحيم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد النصلح مقتدى الصدر عزه الله بعزه سيدنا الحبيب انتشرت في السنين المتأخرة في العراق بعض الظواهر والمعتقدات الفاسدة والمخالفة لمنهج القرآن الكريم وسنة أهل البيت عليهم السلام مثل جماعة المغالات والنصيرية وجماعة القربان وغيرها من العقائد المنحرفة نطلب من سماحتك بعض التوجيهات الدينية والعقائدية لشبابنا المؤمن بغية عدم الإنجرار خلف هذه الظواهر والمعتقدات الفاسدة خادمكم محمد علي الحسيني الثالث والعشرين من شهر محرم الحرام لعام الف أربعمائة وستة وأربعين باسمه تعالى نعم نسمع الكثير عن تلكم الأقائد المنحرفة المنتشرة في عراقنا الحبيب إلا أن أكثر ما يحزننا هو السكوت المطبق إزاء هذه الانحرافات في الدين والعقيدة ومن هنا صار لزاما علي أن أبدي رأيي في هذه المسألة المهمة جدا وخصوصا أن بعض المنتمين لتلك العقائد قد يكونون من المنتمين لنا آل الصدر مع شديد الأسف ولا أقل من أنه يمكن الدعاء ذلك من بعض من يريد بنا السوء فالمغالات بأهل البيت عليهم السلام مناقضة لشرع محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله فقد ورد عنهم سلام الله عليهم أجمعين لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا فينا ما شئتم فهم ليسوا عبيدا لله فحسب بل هم أفضل عبيد الله تعالى ولن يرضوا بغير ذلك أكيدا فكل من يدعي ما يخالف ذلك فهو عاص لهم وغير مؤمن بهم بل هو كافر بهم صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك النصيرية الذين يؤلهون علي وهو عليه السلام منهم براء حيث ورد في الحديث هلك فيك اثنان محب غال ومبغض قال فتلك الجماعة أو الثلة هالكة بنص الحديث وخارجة عن طاعة الأسمة وأهل البيت وأما جماعة القربان فهم مجموعة من الجهالة المنحرفين الفاسقين يأمرون بالانتحار وبمعصية الله تعالى وشرعه وحسب ظني أن لهم مغانم دنيوية أو سياسية والله العالم وكل تلك العقائد يجب مقاطعتها والابتعاد عنها ونبذهم في مجتمعاتنا فهم لا يريدون إلا علوا واستكبارا في أرض المقدسات وأرض أمين الله عليه السلام بل ويجب التبليغ عنهم وسن قانون ضدهم فيما يسمى بالبرلمان العراقي وإلا فإنهم سينخرون دين الشباب وعقيدتهم الصالحة ولا تحين من دم مقتدى الصدر الثالث والعشرون من شهر محر من الحرام لسنة ألف وأربعمائة وست وأربعين